حوال الاتلاع أكثر على الوضع الإنساني معنا من رمالة ناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ سيدة نيبال أهلا بك معنا في سكان يوز عربية نوات بداية أن نسمع تقييم حذرتك للوضع في غزة دخلت بعض شاحنات المساعدات البعض يصفها بأنها نقطة في بحر الاحتياجات الماسة تحديدا بالنسبة للأطقم الطبية والمساعدات المتعلقة بالغذاء والوقود أهلا بك بالفعل المساعدات التي دخلت حتى هذه اللحظة هي بطبيعة الحال نقطة في بحر الاحتياجات نسيما وأننا نتحدث عن أوضاع صعبة للغاية بل أوضاع كارثية حينما نتحدث عن مليوني فلسطيني جميعهم بدون ماء وبدون طعام وحتى كهرباء فبالتالي حتى لو أردنا توفير الطعام والماء فقط لهؤلاء المدنيين الفلسطينيين فبحاجة إلى دخول كميات كبيرة وأعداد كبيرة من الشاحنات كذلك الأمر بالنسبة للمستشفيات جميع المستشفيات في قطاع غزة هي تعاني من بدء حالة الانهيار جراء استنفاذ كميات الوقود والشح الشديد في كميات الأدوية والمستلزمات الطبية قط اللحظة نحن بالهلال الأحمر الفلسطيني تمكننا من استلام مجموعة 34 شاحنة من الهلال الأحمر المصري كانت تحتوي أدوية وطعام ومستلزمات طبية وماء أيضا اليوم كيف تم تقييم الوضع والاحتياجات على الأرض نعرف بطبيعة الحال أن هذه المساعدات تدخل وسط قصف في ذو المطالبات بهدنة لإيصال المساعدات كيف يتم التعامل في هذه الظروف ميدانيا؟ نعم أكيد يعني مطلوب ليس فقط عملية إدخال المساعدات بهذا العدد القليل مطلوب السماح بدخول متواصل ومنتظم للمساعدات وآمن يضمن وصول المساعدات بأمان وتوزيحها إلى حيث يجب أن تكون ولكن حتى اللحظة يجري الحديث عن أعداد محدودة بدخول المساعدات وطبعا دون أن يتم وقف إطلاق النار أو وقف القصف وهو يعني به من الصعوبة التي تواجه عمل تواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من أجل إتمام عمليات يعني التوزيع نأمل أن يتم بالفعل استماح بدخول كميات أكبر خلال الفترة هذه والفترة القادمة وبشكل عاجل مما يساهم على الأقل بتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يعيشها قطع خزة هل يتم التواصل من قبالكم مع أي جهات دولية لإيصال الصوت لإيصال المعلومات وتقييم الهلال الأحمر الفلسطيني للواقع الإنساني داخل غزة بالتأكيد نحن بالهلال الأحمر الفلسطيني نواصل التنصيق مع كل الجهات ومع كل الشنكاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات الدولية منظمات الأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات من أجل تسهيل عمل وصول المساعدات أصلا قبل البدء بدخول المساعدات أول أمس كانت هناك فترة طويلة أكثر من أسبوع ونحن ننصق ونكثف الجهود مع الهلال الأحمر المصري وكل الشركاء الدوليين من أجل السماح بدخول المساعدات الآن ما دخل حتى اللحظة هو بداية أمل حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية بشكل أفضل طبعا بدون توقف وبدون قيود من ناحية العدد لأننا نتحدث عن عدد قليل جدا يعني ما تم إدخاله هو بالكاد يصل إلى 3% من الشاحنات التي كانت تدخل إلى القطاع قبل حصول العدوان اليوم نحن نتوقع وصول حوالي 40 شاحنة محملة بالمستنزمات الطبية والأدوية والمواد الغذائية من المتوقع وصولها اليوم أود أن أسألك أيضا عن وضع المستشفيات تابعنا خلال الساعات الماضية يعني ضربات طلت محيط أربع مستشفيات داخل القطاع هناك أيضا ضغط إسرائيلي على هذه المستشفيات لإخلائها والخروج من المناطق التي تقع تحت طائلة الاستهداف كما تقول أو يقول الجانب الإسرائيلي ما هو وضع هذه المستشفيات؟ هل توصلتم معهم لتقييم الوضع لديهم؟ يعني بالفعل حتى اللحظة خرجت سبع مستشفيات عن الخدمة جراء استهدافها من قبل سلطات الإحتلال أو استهداف محيطها بالإضافة إلى 24 مستشفى الآن تعاني من قرار الإخلاء وهو الذي تبصده سلطات الاحتلال بحق المستشفيات حيث أصدرت أوامر إخلاء بحقها من بين هذه المستشفيات هو مستشفى القدس الذي يديره الهلال الأحمر الفلسطيني نحن كنا قد أعلننا بأنه ليس لدينا الإمكانيات الكافية من أجل ضمان الإخلاء الآمن لمرضانة لدينا في المستشفى حوالي 500 مريض منهم من هو في العناية المكثفة غرفة العناية المكثفة ممتلئة بالأطفال الجرحة الذين أصيبوا خلال القصف الإسرائيلي للمباني السكنية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم نقلهم لأن نقلهم يعني فقدان حياتهم يعني قتلهم ليس هذا الوضع لدينا فحص إنما منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت بأن قرار الإخلاء بحق المستشفيات من المستحيل تطبيقه لأنه يعني بمثابة عقوبة إعدام لكل المرضى ولهذا الوضع الآن يتطلب بالفعل تدخل من قبل المجتمع الدولي من أجل الضغط على إسرائيل لوقف قرارات الإخلاء بحق كافة المستشفيات ووقف أيضا استهداف المدنيين العزل والمستشفيات والطواقم الطبية هذه الفئات يجب أن تكون محمية وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لكل القوانين الدولية شكرا جزيلا لضيفتنا من رمالة الناتقاء باسم الهلالي الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ شكرا جزيلا شكرا جزيلا